صباح الخير كيف كون شو الاخبار يا رب تكونوا بخير البلازمة وجلسة جديدة تمام ومعلومة جديدة تابعوا اخر الفيديو شوفوا اخر الفيديو لا تعرفوا شو المعلومة الجديدة طبعا عادة البلازمة حسب المكان اللي بدنا نحقنه تمام بيكون عمق الوطولة الابرة هلأ هون الابرة كتير نعمة تمام تقريبا شي 3 ميلي تختلف عن لما بدنا نحقن شوفوا الفيديو البعض وشو بدنا نحقن وطبعا تختلف طولة لانه بده تكون اطول المادة التانية اللي بدنا نحقنها تابعوا الفيديو البعض هذا الفيديو تمام في فرق بالطول بين الابرتين قلت بهالفيديو عشان ما تكتير تعتبروا الموضوع مملء انه نفس الحلقة نفس الحلقة نفس المعلومات كزلا بحاول كل مرة أعطي معلومة جديدة تمام ان البلازمة بإلحى فوائد بالنسبة للشعر والبشرة عادة بالمجمل هذون المجالين اللي اللي منستخدمون فيهم ككوزمديك كتجميل يعني كاشياء نان انفيزف غير رادة مش جراحية يعني عادة البلازمة في كتير إلحى أماكن بالوجه اللي نحقنها ممكن نحقنها تمام ممكن نحقنها عند خط الشعر تبغوا البلازمة مؤلمة المؤلمة ليه ممكن تحطوا شيء الكريم اللي هو نمب بنينك ولكن يفضل يفضل بعده أنه ما يكون أثر موجود إلوه وكذا تكنيك للحقن من هون مع درما بين اللي بنشط البشرة بنشط تصنيع الكولاجين بيساعد على أغلاق المسام وممكن نرجع كثير لما يسمى زومبي فيسليفت اللي هو تقنية تقنية لشد الجلد إلنا ينحقن البلازمة مثلا اللي أنا هون صار لي فترة ما عملت للشعر ولكن ممكن نحقنه عند خط الشعر الآن لازم ننتبه أن البلازمة مؤلمة البلازمة مؤلمة وإلها دور طبعا البيأس 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 يعني حموضة درجة حموضة المادة يعني تقريبا عدد درات الهايدروجين ما بين ما يكون حمضي حمضي أو قلوي فعادة ممكن نحقن البلازمة عند خط الشعر تمام؟ هلأ هون لما أكيد رح يطلع دم بيقوله طلب بيضي يطلع دم تمام؟ أنا دايما في بعض الاستفسارات عن هذا الموضوع من حي أكيد رح يطلع دم عادتان ممكن تنحقن البلازمة عند خط الشعر تمام؟ لاتخفف التساقط تمام؟ مؤلمة ليه بسبب البيأس درجة الحموضة فيه أنواع كثيرة للألم منها ألم الضغط اللي بدي يكون موجود اللي بدي يكون موجود لما تحط نخدر الضغط المخدر اللي مثلا لنقول مخدر موضي لايدوكين أو هو كريم مثلا الكريم ما بيخفف لك إلنا بالجلد في كتير نهايات حسية ألمية منها الألم يعني الإحساس الألم مثل الوخز وفي منها الضغط الضغط عادة ممكن نحاول نحن وعم نشتغل مثلا نضغط شوي تمام؟ منضغط لنعطي مثل شواش بالحس ما بين إنو هذا يترى ضغط ولا ألم تمام؟ منشغل نوعين من النهايات الحسية بالجلد فبيخف الألم إذن الألم ممكن يكون بسبب الوخزة الأبري وهي ألمية هذا نهايات حسية ألمية ممكن نكون بسبب الضغط اللي هو ضغط المادة وثالث شي هو البي أش على درجة حمودة الجلد تمام؟ فإذن البلازما تحقن بكذا طريقة ممكن نحقنا بطريقة تشبه حقن البوتوكس ممكن نحقنا بطريقة تشبه حقن الفيلار تمام؟ ممكن نحقنا شوي بالنيزولابيال أنا عندي نيزولابيال كبيرة لما منبتسم مثلا منشوف هذه المنطقة شوف الفيديو شو رح أشتغل بالبعده هذه المنطقة فيها شوي الدهون وهذه لا إذن أنا رح أقن بلازما هون الناس اللي بيقولوا بالنسبة برجع بقول الناس اللي بيقولوا بالنسبة لا حقن الأوفر بالبلازما عادة ما بتعطي فوليوم غير لثلاثة ايام اربعة ايام ماكسيموم خمس ايام اسبوع تقريبا ما بتطور عادة لنا ممكن تفيد لحقن الندب بعد البلازما بعد البلازما بعد ما يعني نحقن بلازما لا يفضل انك تمسح الوجه بتركو اسكابورد 8 ساعات أنا في اجراء بدي اعمله بعد وفهم مضطر تمام قلنا ممكن يحقن بالنيزوليبيل لما احقن شي المادة اللي بدي احقنا بعدين شوفوا الفيديو البعد وشوفوا وين بدي احقن وشوفوا هون وين بدنا نحقن عادة من نحقن هون بالسلام نفسه احقن 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 تحت العين وانا دايما بركز بحقون تحت العين بيخفف الهالات السوداء بيخفف التجايد الرقيقة جدا بيخفف المسام الواسعة لنا تمام بيساعد بيخفف التصبغات ترجمة نانسي قنقر طبعا اذا شفتوا اوبر لنا انا بحاول اعمل تمديد للجلد يعني توسيع للجلد بالبلازما تمام ترجمة نانسي قلنا بعد البلازما يفضل نترك رح اعمل لسه رح اذكركم انه ممكن ان ينحقن بالعنق الرقبة واخر شي رح اترككم بقول المعلومة اللي لازم اولى واخر شي بترككم طبعا العنق بده عناية مثل ومثل الوجه اي شي بتستخدموا كريم مرتب كريم مضاد للتجايد استخدموا للوجه حطوا الكريم على ضهر اليد وزعوا على الوجه ولا تنسوا الرقبة لانه الرقبة هي قاعدة الوجه هي حامل الوجه مثل ما يعرضوا الساعة بده يكون الحامل الساعة حلو هون نفس الشي لازم يكون الحامل الوجه حلو تمام البوتوكس ممكنين حقا فيها بيساعد كثير يخفف التجايد الموجودة تمام طبعا لسه انا بقيان بلازما رح احقنها وطابقوا الفيديو البعدو طابقوا الفيديو البعدو شوفوا شو رح احقن هلأ الملاحظة اللي كن بدي احكيها كانت بالنسبة لحقن البلازما عادة في بعض حالات تساقط الشعر بيصير في كتير خفة او رقة بفروة الرأس بتصير ارق هاي بالمجمل بانصح فيها ليش بحكي فيها عنا ممكن بفيديو لاحقا هاي بنصح فيها بيتامر وشغلتين ريجينيرا حكيت عنا قبل ورح اعمل فيديو عنا كمان وشي التاني انه احقنوا دايما بلازما لما منشوف في تساقط شعر وقلة او قلة سماكت قلة سماكت او قلة ثخانت قلة سماكت او قلة ثخانت او قلة ثخانت الفروة احقنوا بلازما وكرروا حقن البلازما وما تيقسوا لانه هذا رح يخفف من الشد الموجود بالفروة لما بتكون رقيقة ما رح تحمل شعر كتير لهيك حاولوا كتير حاولوا جدا 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 انه تحقنوا بلازما والتي يقسوا طبعا بعد ما نعرف اسباب التساقط سواء كانت هرمونية فأردم خضوع لعمل جراحي مواد التخدير السبب النفسي وما شابه ذلك هاي معلومة كتير مهمة انا رح اترككم هلا رح كمل حقن البلازما هاد كان الفيديو ان اعجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس خلينا شوف المادة هاي المادة اللي رح احقنا انا بعدين بالفيديو التاني طبعا هي مادة انتساليولايت رح شوف وين رح نحقنا سواء نتناقش بالموضوع انا عجبكم الفيديو نزلوا تحت الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم